تعليقات حقيقة لافتة للدكتور أحمد داود أغلو الآن الزعيم المعارض أطلق حزب المستقبل يقول فيها أو يطالب فيها بالعودة إلى نظام برلماني قوي بدلا من النظام الرئاسي الذي أظهرها شاشة واضحة في إدارة شؤون الدولة هو كلام موجه لرئيس إردوغان بالمقام الأول أنه السيد إردوغان كما نعلم هو كان صاحب تغيير طبيعة وشكل وهيكلة هذا النظام كيف تعلق على كلام السيد داود أغلو نعم وهذه النقطة هي التي كانت الفاصلة ما بين السيد أحمد داود أغلو وعلاقته بالآك بارتي وانفصاله عنه يعني السيد أحمد داود أغلو كانت ضد أن يتحول النظام البرلماني إلى الرئاسي ولكن يصر البروفيسور على أن النظام البرلماني هو الأساس للدولة التركية وليس الرئاسي الأراءة السياسية تختلف وقد يكون مصيبا وقد يكون غير مصيب ولكن ماذا أنتجت منظومة النظام الرئاسي لتركيا إلى حد اللحظة رأينا أن تركيا تحافظ على مستواها الإقليمي والدولي وتتقدم في خطوات حقيقية عملية سواء في الأمور الخارجية أو الداخلية بماذا تقدمت بالأمور الخارجية أستاذ مهند؟ علاقاتها سيئة مع الاتحاد الأوروبي علاقاتها سيئة مع النيتو علاقاتها سيئة مع الولايات المتحدة علاقاتها سيئة مع الجوار أين التقدم في السياسة الخارجية؟ اسمع لي أستاذ مهند أن أختلف معك في هذه النقطة يعني لو كانت علاقاتها سيئة لما رأينا أكثر من خمسين دولة تطالب مساعدات طبية من تركيا الأمر عندما يصل إلى حد الحقيقة ولحظة الحقيقة تتضح الأمور واللعب السياسي والحركات السياسية تتوقف هذا ما رأيناه في أزمة كورونا كيف أن تركيا لديها اكتفاء وصدرت المعدات الطبية إلى الولايات المتحدة على رأسها وإلى أوروبا وإلى غيرها